البداية من آخر تطورات الحراك الحكومي إذ وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وزير التجارة أثير الغراري بضرورة اتخاذ إجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعياتها وبما يعزز دعم الفئات الفقيرة والهشة وذكر بيان أن السوداني التقى الغراري وبحث معه خطط الوزارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية وبرامجها في مجال الأمن الغذائي كما أكد السوداني أن حكومته تولي ملف الغذاء اهتماما كبيرا